مبارح سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن الوضع الإقليمي الراهن بيتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة ده للحد من التوترات ووقف التصعيد اللي بيهدد أمن واستقرار المنطقة كمان حضر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان وأكد على ضرورة صون استقرار لبنان واسيتو خلينا نتكلم عن الموقف المصري الراهن وخصوصا من هذه التصريحات فتح جبهة جديدة في لبنان تداعيتها على المنطقة هل يمكن أن تتحمل منطقة الشرق الأوسط فتح جبهة جديدة للقتال بجوار جبهة غزة المشتعلة من الأصل وبجوار الجبهة الإيرانية اللي أيضا بيتخوف البعض من رد فعلها بعد اغتيال إسماعيل هنية يعني أسئلة كتير جدا نحن نتوجه بيها للدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز دراسات الأهرام أهلا بحكة أهلا بك يا فهما رسائل مهمة من الدولة المصرية بخصوص لبنان تعليقك يعني الرسائل المصرية كانت منذ اليوم الأول للحرب عندما أدركت القيادة السياسية في مصر أن هناك مخططات من جانب إسرائيل لأولا اعتبار هذه الحرب هي حرب طويلة وممتدة وهذا ما جاء على اللسان العديد من المسؤولين سواء السياسين أو العسكرين كان جزء منها من توصيل رسالة طول أمد الحرب وتوصيع نطاقها إن إسرائيل تستعيد قيمة الرد على الاستراتيجي المفقود لأن ما جرى في 7 أكتوبر هز موضوع نظرية الأمن القومي الإسرائيلي اللي احنا كنا بنقول عليها في سنة 73 جيش الإسرائيلي ليكر تقررت بعد خمس عقود لكن هنا التهديد لم يأتي من جيوش نظامية تقليدية وإنما جاء من حرقة مسلحة مدونة دولة وبالتالي الهدف من التصعيد هو استعادة عملية الردع الاستراتيجي المفقود النقطة الثانية أن إسرائيل تعتبرها نافذة فرصة بأنها تخوض وده مرتبطة بالنقطة الأول أنها تخوض حرب على عدة جبهات وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراكز ومنوك التفكير فيها تعتبر مسألة حرب بين الحروب يعني هي لا تخوض مواجهة مع حرقة حماس داخل قطاع غزة داخل أقليم جمهورافي معين لكنها تخوض في جبهات متعددة وبالتالي ده بتواصل يعني المسألة تمتد لمواجهة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه حزب الله على الجبهة المنونية تواجه ميليشيا الحوسيين في اليمن تواجه الميليشيات الشعائية في سوريا والعراب وتواجه محور المقاومة بقيرة إيران وبالتالي بتتكلم على حوالي سبعة حروب ولذلك استخدمت التعبير حرب بين الحروب النقطة الثالثة إن مسألة الاستمرار في العمليات العسكرية وتصعيد على جبهة أخرى مع إرباك المفاوضات السياسية ده بيدخل في صاميم النصق العقيدة البنيامين نتانيو أولا هو لا يريد اتفاق ولا يريد وقف الحرب خاصة وإن بمرور الوقت نحن على اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنتكلم في حوالي سبعين يوم شهرين وعشر تيام فهو يريد الاستمرار هو يريد حتى يمكن الوصول إلى إلى إن القادم أو ساكن البيت الأبيض الجديد هو دول ترامب وبالتالي مساحة توفقاته هتكون أكبر أو كمان أهارس أو كمان أهارس أنا بكلم على نظرية احتمالات أو في الحاجة السياسات تقريبا بتبقى واحدة واحدة لكن الفرق هيبقى في الدرجة يعني مسألة إبداء نوع من المرونة وتقديم التنازلات بالنسبة لأهارس هتبقى أكتر مقالنة بترامب موضوع عدم الحديث بتاتا عن موضوع حل الدولتين كاملة هارس المرونة هتبقى أكتر أكتر بالنسبة للدول العربية وبالنسبة لفلسطين يعني تملي الحزب الديموقراطي يعني أقصر أو أقل إنحيازا لإسرائيل فيما يترتبق بي يسأل كثيرا زي ما بيقولوا هو الجمهوري يقدم الدعم بدون أسئلة لا بالضبط لكن الديموقراطي يقدم الدعم ولكن يسأل عن حقوق الإنسان ولكن يقدم الدعم أنا شايف أن هذه الجبهات الكتير في هدنة مفروض أنها معمولة ما بين الولايات المتحدة بترعاها وما بين مصر وقطر والجانب الإسرائيلي وحركة حماس ومبارح كان فيه جلسة هنا في القاهرة هل فيه تقدم ولا ما زال الجانب الإسرائيلي بيصمم على نفس الشروط التعجيزية من أجل عدم دخول الهدنة حيزة التنفيذ شوف لا تزال القضايا العلاقة لم يتوصل إلى اتفاق أو حل حالتها بدرجة كبيرة بسبب سلوك المراوغة الإسرائيلية طوال الوقت بسبب يعني كما أشرت يعني المسألة لم تعد ترتبط به خلاف ما بين إسرائيل وحماس وإنما خلاف ما بين مصر وإسرائيل تحديدا يعني البقاء في محور فلد ليفيا الموقف المصري رفض تام يعني رفض تام للبقاء الإسرائيلي ده جمز من الموقف المصري الذي لا يمكن التساوم والتفاوت بشأن أولا تسليم عبر رفع على سلطة الفلسطينية يعني اللي عايز أقوله في الأول طرحت خلال الأيام الماضية إنشاء أبراج للمراقبة من جانب إسرائيل حوالي 8 أبراج للمراقبة رفضتها القاهرة الولايات المتحدة قلست العدد إلى برجيل للمراقبة رفضتها القاهرة مصر ترى أن المسألة ترتبط بالعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر عدم وجود أي قوات إسرائيلية في المنطقة وإن مسألة فتح معبر رفع مرتبط بتسليم إدارة هذا المعبر ليس للجانب المصري وليس للجانب الإسرائيلي وإنما للجانب الفلسطيني بدرجة أساسية ولذلك كان في محادثات من جانب القاهرة مع الألوان الطف الفلسطيني المختلفة سواء من فتح منظمة التحرير أو من جانب حماس أو غيرها من القوة الفلسطينية الأخرى بحيث تكون هناك قوة فلسطينية عندما تسكن المدافع لأن هذا الوضع مش هيستمر للأبد هيأتي في مرحلة أو حتى القبول بمسألة اتفاق إدارة المعابر اللي كان مع الأوروبيين في عام 2005 وجود قوات أوروبية في هذا السياق مع قوات فلسطينية وهي التي تسمح بعملية إدارة المعبر رفع من الجانب الفلسطيني بعض الكلام يقول أن يعني الأمريكا لما بتقول وقف لإطلاق النار وهدنة والكلام ده كله هو فقط دعاية للانتخابات الأمريكية وأنه في الحقيقة أمريكا مش بس ما بتمارس ضغطة على إسرائيل إن هي يعني يبقى فيه وقف فعلي لإطلاق النار لأ كمان إحنا بنشوف دعم بأسلحة دعم بفلوس وفي بعض الحالات في بعض الأقويل بتقول أن أمريكا شاركت في عملية يوم الأحد على حزب الله مع إسرائيل شاركت فيه الهجوم يعني فالنهاردة اللي بيمارس فعلا المشهد اللي بيتصدره النهاردة مصر وقطر حضرتك شايف المشهد إزاي هل النهاردة أمريكا فعلا ما تقوم به من أقويل لأنه هناك ممارسات للضغطة على إسرائيل لوقف الإطلاق النار هل هي فعلا دعاية للانتخابات القادمة أم هي يوجد بالفعل ممارسة ضغطة عليها شوفي اللي أنت قلتيه كله صاحباك أنا أجملها لي يعني هناك وجهتين نظر وجهة النظر الأولى ترى أن هناك ضغوط من جانب أمريكا على إسرائيل سواء ترتبط بالصباء الانتخابي أو ترتبط من التزامات القوى القبرى تجاه العلاقة مع شركاء أمش كلمة على حلفاء في الإقليم في الشرق الأوسط هي الدول العربية الرئيسية مصر السعودية الإمارات البحرين الأردن وبالتالي هذه الضغوط هي ضغوط ضعيفة غير فعالة هشة لأعتبارات كثير مرتبط بالانقسامات الحادثة داخل إدارة بايدن لارتباطات خاصة بعدم وجود رؤية أمريكية تجاه التعامل مع الكثير من الملفات الإقليمية التي هي متعددة الموقف في سوريا الموقف في ليبيا الموقف في اليمن الموقف في السودان الموقف في التعامل مع حركات المصالحة مدوني الدولة وبالتالي أمريكا ضعيفة وده اللي بيجسده وضع القيادات السياسية فيها في هذا التوقيت لكن في وجهة نظر أخرى اللي حريك بتقوليها إن أمريكا لكن أمريكا ربما وده احتمال الأقرب متواطئة مع إسرائيل في هذا السياس وهو منذ اليوم الأول لسبع أكتوبر وهناك تطابق في المواقف سواء في توصيف مجارة في سبع أكتوبر يتجاوز في تأثيراتي وتدعياتي مجارة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر اعتبار إن حركة حمال دي منظمة إرهابية مش حركة مقاومة مشروعة ضد وجود قوات الاحتلال التغاضي عن المجازر اللي بتحصل في غازل التغاضي والإطلاق الدعم بقى الدعم الليجيستي الدعم المالي الدعم الاقتصادي لأن إسرائيل اقتصاد تأثرت اقتصاديا بسبب استدعاء قوات الاحتلال بالدرجة كبيرة التطابق في الموقف ما بين أمريكا وإسرائيل إن حمال ما تبقاش جزء من المنشط خلال المرحلة المجبدة وبالتالي حجم التوافقات والتطابق في المواقف الرئيب النقطة دي بيغزيها إلى إن سواء النقطة دي أو نقطة الأولمية إن العلاقة أمريكا لا يوجد لديها حليف الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل وغزء من التوجهات الرئيسية لأي إدارة أمريكية بغض نظر عن طبيعتها جمهورية أو ديمقراطية الحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها على محطها الإقليمي عسكريا وتكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا وفي كل الاعتبار وعدم الالتفات للصوت الشرع الأمريكي يعني النهاردة صوت الشرع الأمريكي بيتكلم بشكل ضاغط على إنه إحنا الضرائب بتاعتنا رايحة لدعم وتسليح إسرائيل ودعم المجال ده الضغط عليه لمنع خروجه يعني الحراك الاحتجاجي وعلى فكرة ده مش عشان تعطفا مع العرب يعني هما عشان هما بيدفعوا بس ضرائب كتير هو في حاجتين هو طبعا ده لأن فعلا زي المخصص المالي أو التوجيه المالي ذهب إلى أغراض أخرى وكمان إن ده جزء من عملية حرية الرأي والتعبير اللي بتوفترض إن القلعة الديموقراطية الأمريكية إن هي بتدعي لها لكن للأسف التحالفات السياسية وتأثير اللوبي السهيوني يعني اللوبي اليهودي اللوبي السهيوني داخل الولايات المتحدة مؤثر جدا طبعا قوة وجماعة الضغط تتجاوز في حدود تأثيره أي لوبي أو جماعة الضغط أخرى يعني عندك اللوبي اللوبيات المتحدة التأثير اللوبيات فيها هو اللي بيبقى مؤثر على السياسة لكن هناك تأثير نظم من اللوبي اللوبي وده اللوبي السهيوني تأثيره بيتجاوز اللوبي الكوبي اللوبي اليوناني اللوبي الإيراني اللوبي التركي يعني كل اللوبيات وجماعات الضغط اللي هي بيزيد تأثيرها بقى كمان في لحظات المنافسة الانتخابية لكن الدور المصري القطري خليني أقول في الضغط على يعني أو أنه ضرورة وقف لإطلاق النار النهاردة فيه يعني دور مصري قطري قوي جدا في هذا الاتجاه شايف المشهد بقى من الزاوية دي كمان إيه شوفي احنا بنعمل اللي علينا يعني جزء من المسئوليات القاهرة أولا الدعوة لوقف إطلاق النار تمهيدا للوصول في المرحلة التالتة لنهاية الحرب بشرط أن النواية تخلص وأن هناك دواعي من الطرفين للوصول لذلك جزء منها مرتبط أيضا بتخفيف المعاناة الإنسانية لقاطني قطاع غزة لأن الوضع لم يعد يحتمل بنية تحتية مدمرة لأكتر من خمسة وسبعين في المية من سقوان قطاع غزة وضع إنساني باغرغ الصعوبة يعني يتراوح ترتيبه على المستوى العالمي من واحد اتنين مع الأغزة في الأطبار الوضعي في السودان أيضا جزء ثالث مرتبط بـ التبلي السيد الرئيسي الجمهورية تحدث عن مسألة عدم الاستقرار الإقليمي لأن احنا يعني التوصيف لحركة ذكرته أن فيه جباة هنا وجباة يعني نظرية البيوت الخشبية عندما تندلع نيران في أحد المناطق لا يتصور أن قرة النار ستكون محصورة في نطاق غرف معين وأنما هذه القرة سوف تمتد بتأثيراتها وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة مش هتبتدي تفكر تفكير مختلف إلا أما يعني تأثير هذه النيارة تمتد سواء استهداف مصارحها استهداف مؤسساتها استهداف جيوشها وقواعدها العسكرية لأن في ظل السياق الإقليمي هكذا أولاً بنلاقي أن التنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تنشط صحيح لأن الأنظار بتبقى متجهة لاتجاه آخر بنلاقي أن الجماعات وقوة المسلحة المنهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية بتحاول تشوف توجود عاملة زي سواء عرقلة إمدارات التجارة بتاعتها أو استهداف موظفية أو غيرها النقطة الثالثة التأثير الصورة الزهنية للولايات المتحدة لدى العديد من هنا ما باتكلمش بقى للمجتمعات أو النخب لكن بالنسبة لي القيادات السياسية في دول الأقليم بيتضح يوم وبعض آخر إلى أن أمريكا هناك اهتزاز في مكانتها وهناك بردك عدم تأدير لأهمية علاقتها وتحالفتها بدرجة كبيرة ولذلك تجد أن الاتصالات الهاتفية اللي بيجريها بايدن بالرئيس السيساء على مسامين المسال لأن مصر قوة الإقليمية الرئيسية في المنطقة هي اللي قادت الحرب مع إسرائيل منذ خمسة عقود هي اللي بدأت مصاري السلام هي اللي تستطيع أن تضبط البصنة في علاقتها سواء مع إسرائيل من جهة أو ويراب وقاقت البصائد ولذلك أنا أعني سؤالي الجاية عن مصر الدبلوماسية اجتماعات الجماعة العامة الأمم المتحدة خلاص أوشكت على الدخول وأعتقد أن الصوت المصري في الأمم المتحدة وأعتقد الجماعة العامة الأمم المتحدة ملعب مهم يعني بخلاف مجلس الأمن الذي ينحس دائما لإسرائيل هناك ملاعب سياسية أخرى يمكن أن نشتغل عليه صوت المصري دائما يقود القضية الفلسطينية أمام هذا المحفل الدولي كيف يستغل ذلك مع الأخذب اللي اعتبر أن فيه كتلة أوروبية الآن اعترفت بدولة فلسطين وكيف يقود ذلك مع الاعتبر بوجود كتلة لاتينية مؤيدة وكتلة أسيوية أيضا دخلت على الخط مؤيدة كيف تقود الدبلوماسية المصرية كل هذه الجود من أجل فتح جرائم العبادة الجماعية شوف المصر الدبلوماسي مصر مهم للغاية ومصر جزء منها مش فكرة صلصتها تنصيق مواقفها مع القوة الدولية ادعمة لي يعني مش بس فكرة وقف اطلاق النار لأن فيه محاولات من جانب إسرائيل استغلال نفس الفرصة لها تقضي على مسألة القضية الفلسطينية ككل ما بقاش فيه كلام بقى الحديث عن حديث ده لما نبقاش إحنا موجودين دعم ده لما نبقاش إحنا موجودين إحنا موجودين يعني إحنا موجودين ما ينفعش لي فالنقطة المهمة تنصيق المواقف والدعم الموقف الفلسطيني في هذا الصيار مع القوة الدولية ادعمة للموقف المصري والدعمة لي القضية الفلسطينية النقطة التانية ارسال إشارة لإسرائيل والولايات المتحدة إن مصر طرف ليس وسيطا احنا بنتكلم وسيطا علشان حالة الأزمة لكن مصر منحازة دي الحقوق الفلسطينية الشرعية القانونية للشعب الفلسطيني وبالتالي التوصيف اللي حرك قلته احنا بنقوله على فكرة في المحافل الدولية والاقلبية إن ما يجري هي إبادة جماعية لأنها بتستخدم فيها قوة السلاح قوة الحصار قوة غياب الخدمات الأساسية استهداف المشافي وبالتالي الأرقان التي يتحدث عنها القانون الدولي فكرة الإبادة الجماعية بتنطبق على ما يجري بذلك النقطة التالتة التأكيد على إن إن المخرج الأساسي لها بتحاول طوال الوقت إسرائيل تتفدى وتجنب الحديث عنه إن المخرج هو مبدأ حل الدولتين يتيجي الولايات المتحدة تقول ألا داعمها للموقف المصري في ذلك لكن حل الدولتين لا يقوم إلا من خلال إلا من خلال لا ليس من إرادة سياسية وإنما من خلال اللقاءات المباشرة فإحنا إزاي نوصل لهذه المرحلة وإحنا أمام طرف إسرائيلي هو منذ اليوم الأول اللي وجوده في الحكم في ديسمبر 2022 وهو العمل على تصفية تلقى القضية إلغاء بند حل الدولتين تهويد المقدسات في الأراضي المحتلة استهداف الكوادر والقيادات من كافة العناصر المقاومة الفلسطينية وبالتالي ما فيش شريك فلسطيني يمكن التفاوض معه لكن أيضا ما فيش شريك إسرائيلي داعم للسلام يمكن التحاول معه في ظل وجود هذه القيادة سحيح يعني بنشكرك طبعا دكتور محمد عيز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كل شكرا 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 شكرا